السلام عليك يا غريباً بيطوس يا آنيس النفوس السلام عليك يا غريباً بيطوس يا آنيس النفوس يا إمام الرضا يا وجيهاً عند الله اشفع لنا يا إمام الرضا يا وجيهاً عند الله السلام السلام عليك الرضا علم حوى كل علم ونضال جاوز الحد عزم لم يرى في محفل الأمر حيناً دون نصح أو لنهي أتما خلوق طاهر هديين وله الناس بوعيين درسوا مسار ونمى الإخلاص فيهم ويرى الإيمان يحكم نهل منار خلوق طاهر هديين عزم ونمى الناس بوعيين درسوا مسار ونمى الإخلاص فيهم ويرى الإيمان يحكم نهلوا منار كرس العيش إماماً وهادي يأخذ الناس إلى الحق سلم لا يراهم في حراف ويأس كان لله شراعاً تسمى كرس العيش إماماً وهادي يأخذ الناس إلى الحق سلم لا يراهم في حراف ويأس كان لله شراعاً تسمى عرفوه خير عونين وأباً في كل عينين يحفظ القلوب وزنوه كعنق ماء هادياً والحلم رسما لم يكن غريباً والحقوق بيديه ترجع والنظام بيعولاه يرفع ينقل الناس من جهالة لترى نوراً وعدالة لترى نوراً وعدالة لترى نوراً في عصر الإمام الرضا سلام الله عليه كان هناك انحرافات كثيرة منها انحرافات الواقفية منها حرافات المذاهب الإسلامية منها انحرافات المشبهة المجسمة المفوضة المجبرة كل هذه كانت في زمن الإمام الرضا وكان عليه الإمام الرضا حمل ثقيل أن يهدي الناس من هذا الانحرافات إلى السبيل القوين كرس العيش إماماً وهادي يأخذ الناس إلى الحق سلم لا يراهم في حرافين ويأس كان لله شيرا عن تسمى عرفوه خير عونين وأباً في كل عينين يحفظ القلوب وزانوه كان قماء هادياً والحلم رسماء لم يكن غريباً والحقوق بيديه ترجع والنظام بعلاه يرفع ينقل الناس من جهالة لترى نوراً وعدالة لترى نوراً حمل الإسلام وعياً وإلى العقل هدى رفع الأشواك عنه وله بان الصدى حمل الإسلام وعياً وإلى العقل هدى رفع الأشواك عنه وله بان الصدى صيّر الجهل ظلمةً مثلاً بالتلاوات مُبعيداً مُبعيداً عَنْهَا نَاسَ بَالْأَنْهَا مِنْهُمَ الْآتِي الريضا قد عاصر الزيغا عن الحق القويم بانحرافات وإلحاد بها الكفر يقيم واقفية أو مُجبيرة أدنى أو مُغالينة من إلى التاجسيم من إلى التافويض أو مُعادينة واقفية أو مُجبيرة أدنى أو مُغالينة من إلى التاجسيم من إلى التافويض أو مُعادينة حرب المشبه والذي يوجه حرب المشبه والذي يوجه للهدى العدى فكره لإبليس قال أبعدوهم لا تعاشروهم قال أبعدوهم لا تعا... أبعدوهم خرب المشبه وهم الظلام باطلوا بطل المقاييس وقد دعا حفيفا للصلاة عهدا وللزكاة صدقا للسلام مدى وحارب التجبر والضلال حدا بثورة الهدى وقد دعا حفيفا للصلاة عهدا وللزكاة صدقا للسلام مدى وحارب التجبر والضلال حدا بثورة الهدى بنقاه تعلم فكر الناس عطى فنمى الحق ايبا ونمى القلب وفا بنقاه تعلم فكر الناس عطى فنمى الحق ايبا ونمى القلب وفا هادي 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 وعلي رضانا وهواه كما الماء يروينا علوما يروينا علوما وحياء وولا وحياء عطى وحياء عطى جبال هادي هادي شكرا